اشتركوا في القناة شهدها الأسبوع المنصرم بدءا من الاحتفال بالطفل مرورا لرعاية الزواج الجماعي وصولا إلى الاحتفال بالمسنين حيث قيم الحفل في المخيم الواقع بمركز خدمات المخيمين ومتابعة شؤون البر وأكد سموه خلال الحفل أهمية ما قدمته شريحة المسنين من عطاء وإسهامات جليلة للمجتمع والوطن الأمر الذي يحتم تضافر جميع الجهود لرد الجميل من خلال الاهتمام وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية وأبراز القيمة المجتمعية التي يحضون بها من خلال الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وتوثيق علاقاتهم بالمجتمع في العديد من الجوانب مشيدا سموه بجهود وعمل القائمين من جهات ومؤسسات وجمعيات خيرية في خدمة المسنين ودورهم الانسانية الكبير في رعاية واحتضان شؤونهم الاجتماعية والذي تعتبره المحافظة موضع تقديرا واعتزازا بعد ذلك قام سمو الشيخ خليفة بن علي بتكريم رؤساء الاندية والجمعيات والجهات المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الى جانبي توزيع الهدايا التذكارية على المسنين في بادرة لنشر السرور والفرح بين عصاتهم وفي ختام الحفلة قام المسنون بجولة ميدانية الى مركز خدمات المخيمين وامتابعة شؤون البر بهدف الاطلاع على اهم الخدمات التي يقدمها المركز من مختلف الجوانب التي تعزز وتؤمن سلامة المخيمين ومرتادي البر ترجمة نانسي قنقر